بحيي اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة لما بحييه بحييه لأنه كنا فتحنا في هذا البرنامج عدة حلقات من منطقة حدائق الأهرام أكتر من مرة بنعمل حلقات وتقارير من هذه المنطقة على اللي بيحصل فيها والعشوائيات والتوكتوك المنتشر في حدائق الأهرام والمشاكل والحاجات دي كلها في أكتر من مرة وأحدى المرات سيد محافظة بنفسه نزل وكلمنا على الهوى من هناك من داخل حدائق الأهرام النهاردة مشكورا سيد محافظة الجيزة كل اللي طلبناه وعملناه النهاردة ما فيش حاجة اسمها توكتوك في حدائق الأهرام مين اللي قوم تاني فيش توكتوك وكان دا من الحاجات اللي احنا أساسية كنا بنطلبها انه التكاتك اللي موجودة في حدائق الأهرام ما ينفعش المنظر اللي قدامنا دا يفضل وهذا البرنامج زي ما بقول كده الناس يعني احنا في الآخر نتحدث وننقل طلبات الناس ومشاكل الناس ومشاعر الناس والناس كانوا هما اللي بيقولولنا شايفين دا اللي كنا بنعرضه في حلقات سابقة داخل هذا البرنامج تكاتك في حدائق الأهرام ايه اللي بيحصل في حدائق الأهرام ايه قمامة في حدائق الأهرام ايه اللي عشويات في حدائق الأهرام كتير من ال وكان بيجينا مش عايزة اقول لك اتصالات والناس ويعني حتى كتير جدا صراحة يعني بنحقيهم النهاردة حان الوقت ان احنا نقدم شوكه لمحافظة جيزة لو أحمد راشد على القرار اللي خده المهاردة مفيش تكتك هتلقوه تاني في حدائق الأهرام هيكون في عربيات مخصصة للناس تشكيل بقى مع رجال المرور مع الحي مع الناس اللي موجودين ما سؤالين في هذه المنطقة اعملوا اجراءات توقفوا كذا اعملوا عقوبات امنعوا التكاتك من حدائق الأهرام وده امر كمان لما انت بتاخد قرار خد القرار فقادي كانت منطقة زين بولك كده فيها مشوهة تماما تكتكوا الناس كانوا بيشتكوا حتى لما قدام الأهرامات في مكان عظيم جدا بديع جدا جنبها المتحف المصر اللي يفتتع ان شاء الله في وقت آخر ان شاء الله وبالتالي المنطقة دي ما ينفعش تبقى فيه حاجات عشوائية كده كان الناس بيشتكوا معنا في التقارير كتير عرضناها بيتكلموا معنا الولاد اللي بيسوقوا دول اللي بيعملوه حاجات بيعملوها يعني يعني خارجة عن اي شيق واي زوق واي قانون وغيره وغيره وبالناس كانوا بيسببوا مشاكل لسكان بنات اطفال ولاد سيدات مشاكل كبيرة كانوا بيعملوها ما بنقولش الكل ولكن بعض منهم كان بيرتكب بعض المشاكل ووصلت الى بعض الجرائم فشكرا سيد محافظة الجيزة لو أحمد راشد على هذا القرار ايضا اللي بدأ تنفيذه النهاردة ايه اللي هيتم في حدائق الأهرام من اليوم بعد دعوتنا الكريمة ودعوتنا الكريمة وشغلنا اللي عملناه والنهاردة نجد هذا الشغل ونبقى فخرين انه يتم ده حتى لو كانت آخر بس نتم حتى بقول حتى لو كانت آخر النهاردة بقت العربية اللي قدامكم دي شوفوا المشهد يبقى هنا